أطلق مجلس شرقة للتعليم بالتعاون مع عدد من الهيئة والمؤسسات والدوائر في الإمارة المعسكر التدريبي الأول والذي يأتي ضمن مبادرة ركائز بالقرب من مركز مليحة للأثار هنا بين جبال مليحة الشاهقة ورمالها الذهبية وحرصا من مجلس شرقة للتعليم على استغلال أوقات الفراغ لدى الطلبة خلال الإجازة الشتوية بما هو مفيد لهم ها هو المعسكر التدريبي الأول ينطلق وذلك ضمن مبادرة ركائز لطلاب المدارس ويقام تحت شعار طاقة وإرادة هذا المعسكر عبارة عن معسكر من ست أيام مقسم لقسمين ثلاثة أيام للذكور وثلاثة أيام للإناث نستهدف في ستين طالب وطالبة بمجموع ثلاثين طالبة وثلاثين طالب خلال هذا المعسكر أبناء الطلبة رح يتعرضون لمجموعة من التحديات اللي حبينا هالمرة تكون في بيئتنا المحلية المعسكر جاء ليحفز الطلبة على الإبداع والابتكار من خلال ممارسة التمارين والاستفادة من الورش التوعوية والتثقيفية والتي تقام تحت إشراف قيادات مهنية متخصصة تمتد طيلة ثلاثة أيام وخارجة عن الإطار التقليدي والنمطي من خلال المبيت هناك أهم شيء في هذا الإجازة أن نستغل وقتنا بأفضل طريقة فهذا الشيء شكلنا فايدة كبيرة جدا وخاصة أننا طلاب في الفترة الشتوية لا تكون لدينا دراسة بالضغط الكبير جدا فمثل ما تقول هذه البيئة توفر لك قدرات ومهارات تسقل للطالب أكثر وأعلى فلما الطالب يغير من البيئة اللي هو فيها يتعلم شيء جديد جدا سجلت المخيم عشان أعتمد على نفسي ومثل نتعلم المهارات الحين يعلمونهم عن الدفاع المدني والأخلاء وتسعافات الأولية وعندنا بعض ورشات إن شاء الله بنسويها مثل صناعة الليخ اليوم شاركنا في معسكر ركاز وعبارة عن مخيم نقضي ثلاثة أيام فيه نكتشف مليحة والمتحف والأماكن الأثرية اللي فيها هذا وتقام فعالية المعسكر بالقرب من مركز مليحة للأثار تتخلله عدد من الأنشطة التي تكسب الطالب مهارات قيادية وفي ختام اليوم الأول كرم سعادة محمد أحمد الملة أمين عام مجلس الشارقة للتعليم الجهات المشاركة والراعية للمعسكر جاء هذا المعسكر ضمن مبادرة ركائز لطلاب المدارس تكسبهم مهارات في القيادة وتمكنهم من الاعتماد على النفس وخدمة الآخرين لأخبار دار وليد الأصبحي من المنطقة الوسطى مليحة